اليوم نجد انه مثل ما تفضل السادة محمد انه الشماب اللي موجود في اقليم كردستان خارج وهو يرفع العالم على قيدة لا لا على انه هنالك روح وطنية يجب ان تستثمر هكذا لماذا اتحدث عن فكرة الشباب واجاد الشراكات الشبابية لان احنا متأكدين ان الشراكات الشبابية ممكن ان تفضي الى افاق اوسع من هذا الموضوع اليوم عندما يكون هناك برامج ثقافية فنية رياضية زيارات متكررة وانشيل عملية انه المواطن من الوسط والجنوب عندما يذهب الى اقليم كردستان يجب ان يكون هناك كفيل او هناك عملية دخول محدودة هذه ازالتها بكل تأكيد راح تفتح الافاق بشكل واسع هناك راح يكون اكو رغبة كبيرة جدا تدفع الطرفين الى ان يتبنوا مشاريع كبيرة ومشاريع املاقة يعني مو غريبة ان يأتي مثلا ابن الوسط ليستثمر ابن الشمال ليستثمر في وسط والجنوب وكذلك ابن الاقليم الوسط والجنوب يذهب بحرية